سنقوم اليوم برحلة إلى عالم الألوان ونحاول تفكيك رمزية اللون الأسود في المخيلة الشعبية بفعل لا يعني هذا اللون الذي تراكمت رموزه مع الزمن وحسب الحضارات فهل هو لون التشاؤم والهزيمة وربما الخوف والشر أيضا؟ يعني ما يقودنا إلى هذا الحديث هو نشر دار الساقي للترجمة العربية لكتاب الفيلسوف الفرنسي ألان باديو عن اللون الأسود بعنوان الأسود فلسفة اللا لون واللون الأسود تنسج حوله القصص والرموز وله تعبيراته التي تتجلى في ميادين عديد مشاهدين يعني بين الأدب والفنون والتراث الشعبي فكيف تناوله هذا الفيلسوف الفرنسي؟ نعم مونة بداية مشاهدين نتعرف على ألان باديو وهو فيلسوف فرنسي ولد في الرباط بالمغرب عام 1937 وهو أيضا كاتب مسرحي وروائي أستاذ في الفلسفة وضع كتابه بعنوان الكينونة والحدث عام 1988 وكتاب منطق العوالم عام 2008 تقابلهما كتب ذات شعبية خلفت جدلا مثل كتاب ماذا يمثل نيكولاس أركوزي الذي نشر عام 2007 يتمحور فكر باديو حول سؤال سياسي أساسي وهو كيف يكون العمل الإبداعي قادرا على تعطيل الهياكل السياسية القائمة وفي كتابه حاول باديو تحديد رمزية اللون الأسود وأسباب ارتباطه بالحزن والحداد والشر وما وراء مصطلحات مثل الرجل الأسود الثقوب السوداء والكوميديا السوداء يتعمق الفيلسوف الفرنسي أهلا باديو في رموز الأسود كالخوف والأناقة والبؤس والإبداع والرغبة وتجلياته في الرسم والموسيقى وحتى في السياسة ليخلص إلى أن معاني الأسود أو الأبيض هي بناءات رمزية قمعية يجب التخلي عنها لمصدحة عالم أكثر إنسانية وعدالة شكرا لك ألا يعني بالفعل يبدو أن الفيلسوف الفرنسي أهلا باديو انتقد استخدام اللون كمحدد اجتماعي وعرقي وهو المسوغ الذي اعتمده الأوروبيون في حملاتهم في أفريقيا في القرن العشرين وتبريرهم استعمار طبعا هذه البلدان وصرقة ثروتها نعم من جهتنا أردنا أن ندقق أكثر في تفاصيل الكتاب والتساؤل حول دواعي الانطلاق من رمزية اللون الأسود وتوظيفات هذا اللون في ثقافتنا العربية وللتوسع في هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة والناقضة المصرية نشوى أحمد أهلا ومرحبا بك معنا نشوى أهلا بيكم أهلا بيكم أهلا أستاذة مونة يعني بداية الكتاب موسوعة عن رمزية اللون الأسود في الثقافات الشعبية والحروب والفنون والفلسفة برأيك ما الذي أراده ألان باديو من خلاله؟ طيب هو مبدئيا الكتاب عن فلسفة اللالون الأسود وفلسفة اللالون هو يمثل إنعطافة أدبية جديدة ومفاجئة للقارئ من الكاتب الذي اعتاد في مسيراته الفكرية لاهتمام بالمفاهيم الفلسفية زي الكينونة والحدث والحقيقة أو منقشة قضايا سياسية زي الشيوعية والديموقراطية هذا الكتاب يمثل يعني ممكن نصنفه بأنه تأملات شعرية وقصصية بيحاول من خلالها وضع يده أو التشريح اللون الأسود من خلال أكثر من منظور نفسي وتاريخي لغوي سياسي أو أيدولوجي ومن خلال هذا التشريح بيبدي رؤى مغيرة للمعتاد أو للسائد أو الأكثر شيوعا في رؤية اللون الأسود هو في الكتاب كمان لأول مرة ألم بديو بيستدعي أجزاء ومشاهد وصور من تاريخه الشخصي ومن سيرته الزاتية فبنلاقيه مثلا أنه هو بيستدعي فترة وجوده في الخدمة العسكرية وبيربط اللون الأسود بمهمة كان بيعملها أنه كان بيطفي الجمرات في المدفقة وكان بيعتبر ده أنه هو بيجلب الليل لأصدقاء الجنود علشان يكون في حالة من السكينة والهدوء والسلام وده يعني فلسفة مغيرة للليل أو اللون الأسود كمان كانوا في الوقت ده بيغن أغنية في العسكرية مع الجنود أغنية الأسود هو الأسود لا أمل لم يعد هناك أمل وكان بيفلسف هذه الأغنية رغم أن تبدو أنها لها دلالات قاطمة لكن هو كان بيفلسفها بفكرة أنه غناء هذه الأغنية هو محاولة لإيجاد العزاء في غناءها عن ما هم مضطرين لتحمله ألم باديو استدعاء ألم باديو لرؤية اللون الأسود من منظور فني فهو استدعاء الرسام الشهير الفرنسي الشهير يعني رحل من سنتين لهو سولاج ورحل عن عمر 103 سنة لأنه لوحاته كانت بكلها بتنطلق من الارتكاز على اللون الأسود ورغم أنه موضوعها هو الضوء لكن هي كانت محاولات للنظر داخل اللون ومن خلال لوحة معينة تجسيد من خلال لوحة محدودة تجسيد لحظة لحدودة استدعاء حاجة مهمة حاجة مهمة تفضل يعني معلش حاجة مهمة وسريعة بالنسبة لأيدولوجي للون لأنه هو استدعاء اللون من منظور سياسي فكرة دلالات اللون الدلالات الفاشية أو الدلالات اللي استخدمها الإنسان الأبيض للتصنيف العرقي يعني وهو اختراعها الإنسان الأبيض ليضع زوء البشرة السوداء في مرتبة أدنى أو أقل وهو بدأ يعتبر أنه ده مش بس فكرة مسيرة للإشمئزاز هي فكرة مسيرة للسخرية وسخيفة لأنه الإنسان عموما هو زوء بشرة دكنة مع تدرجات وظلال لونية فهو قال أنه هذه الفكرة أخذت في الانتصار من كل أنحاء العالم وإن كان طبعا بتصير استياء البعض نعم أستاذ نشوى يعني بالتالي كان انتصارها بيوسيس بيوسيس لا شك أنه عمله في هذا الكتاب هو عمل بحثي موسوعي شامل متعلق بالتعمق في هذا اللون أكثر لكن هل المسألة إذن ثقافية يعني لماذا ارتبط هذا اللون اللون الأسود بالغموض أيضا والعنف والتدمير برأيك خليني برضو أنطلق من تأملات باديو لأنه من المنظور العلمي قال أنه اللون الأسود يعني هو عبارة عن تشريحه بين فكرة الغياب وفكرة الحضور غياب الضوء بيزامن تراكم مادة مظلمة ففي الحالة دي بيكون يعني هنقول مثلا أنه اللون بيخاطب حاسة الإبصار وعند غياب الضوء العين لن تدرك هذا الشيء المظلم ففي عدم الإدراك للشيء هو معادل لغموض هذا الشيء فكان طبيعي ومنطقي أنه يكون الظلمة أو استواد معادل للغموض فده يعني في سياق علمي مبرر جدا نعم نعم يعني هناك يعني مسألة لغوية برأيك نشوة هل هناك مسألة لغوية خلطت ربما بين الغموض والظلام واللا لون فأطلق على الغامض والغير مفهوم أنه أسود هو بالطبع فعلا لأنه إحنا يعني تعريف اللغوي للأسود هو النتاج امتصاص الضوء امتصاص تام يعني مادة مظلمة ولو بحثنا في مرادفات المعيني هنلاقي أنه ظلمة هي مرادف للأسود وظلمة هي مرادف للغامض فطبيعي يكون فيه صلة لغوية بين الغموض وبين السواد عشان كده دايماً فيه ارتباط بين الأسود والمخفي وعشان كده فيه ارتباط بين الأسود والسري والبطني فكرة حتى لو ضربنا مثل بفكرة الارتداء يعني بعض الأشخاص الذين يعانونا من الوزن الزائد يرتدون الأسود لإخفاء هذا الوزن فدايماً فيه ارتباط بين الأسود والمخفي والغامض نعم يعني أستاذة نشوة هل من توظيف موحد للون الأسود في ثقافتنا العربية وكيف تعاملت معه الانتاجات الثقافية عموما حسب الكتاب هو الحقيقة أن الثقافة العربية زيها زي ثقافات كل الشعوب تعاملت أو تعطت مع اللون الأسود ودت له دلالات متنقدة فاللون الأسود لدلالة الشر دلالة الحداد دلالة الخسارة دلالة الحزن دلالة الخوف كل الحاجات دي موجودة في اللون الأسود حتى في العبارات نقول سحر أسود ده بالكناية عن الإزاء الشديد يوم أسود كناية عن مصائب وكوارث نقول مثلا السوق السوداء كناية عن الجشع والاستغلال نقول مثلا يعني في التعبير الشعبي في مصر هنا اللي يقول ابن البطة السوداء ده كناية عن ما يتعرض له هذا الشخص من تمييز أو وضعه في إطار دوني لكن على العكس فيه كمان دلالات منقضة للون الأسود يعني مثلا وهو ليه دلالة الوقار والحكمة عشان كده بنلاقي أنه معظم رجال الدين بيرتدوا اللون الأسود كبار السن بيرتدوا اللون الأسود ليه دلالة الجاذبية والأناقة عشان كده بنلاقي النجوم والفنانين بيرتدوا هذا اللون بكثرة ليه دلالة القوة والصلابة عشان كده بنلاقيه في أعلام دول كتير في شكل في اللون مهمة من ألوان العالم بتاعت الدول دي ليه دلالة الفرح كمان علشان كده بنلاقي أنه في بعض الشعوب زي دولة موريتانيا مثلا أو بعض المناطق في المغرب العربي العروس ليلة الزفاف بترتدي الأسوأ غالبا من أماشي اسمه النيلة بالختام نشوة هل برأيك أصبح اللون الأسود مضيئا لدى أعلام باديو بعد هذا الكتاب أو الأسود فلسفة اللا لون هو يعني باديو حاول من خلال هذا الكتاب أن يضع اللون أو معنى ودلالة اللون الأسود في نصابه الصحيح بحيث أنه يعني يمر الرؤية أنه اللون الأبيض واللون الأسود كلاهما يتكاملان لإعطاء أو لتشكيل نكهة متعددة الأوجه لكون لمرئي وعلشان كمان يعني وده ما أكسب هذا اللون إشراقا وأكسبه يعني حط الدلالات المميزة يعني حتى حضرتك في بداية الكلام يعني قلت هو إزاي الحاجة اللي هي ممكن تدي دلالة قاطمة فلسفها بطريقة أكثر عزوبة يعني الليل فلسفه أنه مكان يعني وقت للراحة والسكين الأغنية اللي هي كانت تبدو قاطمة فلسفها أن هي يعني هي مصدر للعزاء عن شيء وهم مضطرين يتحملوه فهو يعني حط الدلالة الحقيقية لللون الأسود في نصابها الصحيح فجعل هذا اللون أكثر إشراقا وبالتالي نقل هذه الإضاءات للقارئ الذي يعني أعتقد أنه يعني بعد هذا الكتاب يعني سيغير كثير من قناعات حول هذا اللون نعم وكما ذكرت يعني هو يطبع أو يعود لاختلاف الثقافات يعني كما ذكرت في موريتانيا العروف سرتادي الأسود بينما في الهند مثلا اللون الأبيض هو للحداد وليس الأسود الصين كمان نعم وعرب الأندلس كمان شكرا شكرا جزيلا لك يا الكاتبة والناقضة نشوى أحمد كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك